ثروة سياحية متميزة تتمتع بها أرياف تلمسان خاصة وأنها تمتاز بمناظر طبيعية فائقة الجمال ناهيك عن إمكانية لاستثمار في مجالات مختلفة لتتحول إلى آلة اقتصادية فعالة في مواجهة الفقر والحرماني وزارة السياحة حاولت تسليط الأضواء على طريق الزيتون الذي يمتد عبر عدة بلديات وقرى أين قام الاتحاد الأوروبي بتمويل عدد من المشاريع للنهوض بهذه المناطق كنت مشيت معنا مسار الرحلة يعبر مجموعة من المواقع السياحية والمواقع ذات الطابع الريفي وذات الطابع الفلاحي نظراً لارتباط الفلاحة بالمسار السياحي مسار الزيتون لكنا ينطلقنا فيه كمشروع من معاصر الزيتون القادمة بصبراء إلى سحر الطبيعة بجبال الكاف ببلدية سيد مجاهد أين يحضر الجمال الرباني وتغيب المشاريع التنموية هذا راسد إضافي للسياحة في الجزائر نتمنى أن السلطات تشوف فيه نتمنى أن الجميع يسعى لتنشيط هذا السياحة في حين بابن سنوس وعين غرابة أين يسبق الكرم الضيوف فإن الرهان على دور الضيافة من أجل التعريف بالمنطقة واستقبال السياح للتمتع بسحر الطبيعة والعودة إلى الزمن الجميل من خلال مأكلات تقليدية وإقامة بعيداً عن ضوضاء المدينة كانت عندها أيدي مقبل كانت عندها فكرة كانت عندها مساعدة ساعدوها كما نقوله مالياً وإحنا عاولناها معنوياً وقفنا معها كامل الدار وكامل بدينا أبتي أبتي المشروع حتى يوصل للوقت اللي رانا فيه دروك صفي إناني هذه الحالة الأمور بدأت تتطور شوية بشوية المرأة الريفية مازالت محافظة على العدد التقليد تحام مازالت معها كما تشوفتوش الأوكلات التقليدية قدرنا لكم الفواكيه على المنطقة مشاريع دخلت حيز الخدمة وأخرى في الطريق ومناطق الظل قد تكون الحل السحري للرقي بقطاع السياحة وجعل أرقامه مهمة في معادلة الاقتصاد الوطني